موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية يستقبل في عدن سفير المملكة العربية السعودية المحرم يبحث مع المبعوث الأممي الجهود المبدولة لإحياء مسار السلام موسيقى رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماعا لقيادة وزارة النقل وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لها موسيقى محافظ حضر موت يبحث مع رئيس فريق الشئون المدنية بالوليات المتحدة خطوات تعزيز الأمن موسيقى من مبنى تلفزيون حضر موت الحكومي بمدينة المكلة نقدم لكم نشرة اخبارية مفصلة أهلا بكم مشاهدين ونبدأ نشرتنا مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وعضو المجلس عيدروس الزبيدي حيث استقبل العليمي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد الجابر الذي نقل لفخامته وأعضاء المجلس تحيات أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وولي عهده رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس القيادة الرئاسي رحب بالسفير الجابر وحمله نقل تحياته باسمه وعضاء المجلس إلى القيادة السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهم وافر الصحة والسعادة والشعب السعودي كل الرخاء والازدهار وتطرق اللقاء للوضع على الساحة اليمنية والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة إضافة إلى مناقشة جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية ووقف إطلاق النار وأشهد الرئيس العليمي بالجهود السعودية على هذا الصعيد استنادا إلى مبادرتها المبكرة لأحلال السلام في اليمن وتحقيق تطلعات شعبه في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة مشيدا بالتدخلات الإنسانية والإنمائية السعودية السخية عبر برامجها ومبادراتها المختلفة بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي بمقر سفارة بلادنا في أبوظبي مع المبعوث الخاص للأم المتحدة إلى اليمن هانس قطنبرق المسجدات الأخيرة في الملف اليمني والجهود الأممية المبدولة لأحياء مسار السلام الدائمة عضو مجلس القيادة الرئاسي استمع إلى إحاطة من المبعوث الأممي حول نتائج زيارته الأخيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والخطة القادمة الخاصة بمكتب الأمم المتحدة لإيقاف الحرب وأحلال السلام الدائم وجدد المحرم حرص المجلس والحكومة على دعم جهود المبعوث الأممي وكافة الوسطاء الإقليميين والدوليين الهادفة إلى إنهاء الحرب مثمنا نجاح تبادل المختطفين ومؤكدا ضرورة أن يمارس مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية والعربية والدولية مزيدا من الضغط على جماعة الحوث الإنقلابية لإنهاء ملف المختطفين والمعتقلين والمختفين قصرا ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة النقل وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لها لمناقشة أوضاع النقل الجوي وسير العمل في مطارات المحافظات المحررة وخطة تطويرها وتحديثها رئيس الوزراء اطلع من وزير النقل عبد السلام حميد على سير العمل في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بما في ذلك الخطط المعدة لتشغيل مطار الريان الدولي بالمكلة بكامل جاهزيته بعد إعادة تأهيل الصالات الداخلية ومواقف المطار كما اطلع على سير العمل بمطار عدن وتطويره وأوضاع بقية المطارات في المحافظات المحررة وأشهد وزير النقل إلى مستوى تنفيذ التوجيهات الخاصة بوضع المعالجات والكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية وتقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين بما يضمن سهولة وصول البضائح وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة واستعرض الدكتور معين عبد الملك مع قيارة وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية الجهود المستمرة لتسريع عمليات الإجلاء للرعاية اليمنيين العالقين في الأراضي السودانية ووجه وزارة النقل بمتابعة تنفيذ خطط رفع جاهزية الموانئ البرية والبحرية والجوية وتطويرها وتشغيلها بكامل طاقتها وأكدا التسريع بتنفيذ خطط إعادة تشغيل مطار الريان الدولي بكامل جاهزيته وإنجاز المشاريع المتعلقة بتطوير النقل البري والبحري والجوي في مختلف المنافذ وقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إسناد الجهود الحكومية لإجلاء مئات الرعاية اليمنيين من السودان الشقيق وتقديم العون اللازم لهم موجها الجهات المختصة بمضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة لضمان أمن وسلامة أبناء الجالية اليمنية في السودان أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أهمية تفعيل البصمة الإلكترونية لمنع الإزدواج الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية وتصحيح وتثبيت الوثائق إلكترونيا وصرف البطائق الإلكترونية لمنتسبي وزارة الداخلية ولدى ترأسه اجتماعا ضم المفتش العام اللواء الركن فائز غلاب ووكيلي الوزارة لقطاع الأمن والشرطة والموارد المالية والبشرية اللواء الركن عبدالله جابر واللواء الركن محمد الأمير ناقش حيدان الإجراءات العملية الخاصة بتفعيل نظام البصمة الإلكترونية لمنتسبي الوزارة واستمع وزير الداخلية من وكيل قطاع الموارد المالية والبشرية إلى شرح حول الخطوات العملية لبدء العمل في توحيد قاعدة البيانات ومطابقتها كما اطلع من وكيلي قطاع الأمن والشرطة والموارد المالية والبشرية على سير العمل في الوحدات والأجهزة الأمنية والصعوبات التي تعترض سير عملهم وسبل التغلب عليها افتتح وزير التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي كلية مجتمع الريان التقنية بجو المسحة ضمن برنامج زيارته لحضر موت كلية المجتمع يهدف إنشاؤها إلى توفير تخصصات غير متواجدة في كليات التعليم الأخرى ويطلبها سوق العمل الوزير الوصابي عبر عن سعادته بافتتاح كلية مجتمع الريان التقنية والتي تضم تخصصات نوعية تمثل إضافة تخدم المحافظات المحررة مباركاً لحضر موت هذا الإنجاز الأكاديمي الراقي وحثاً على ضرورة العمل الجاد والمتواصل للإسهام في تطوير التعليم الفني والارتقاء بمخرجاته وفوجئنا حقيقة بالأعمال المهنية خاصة في قسم النجارة التي تكاد توازي ما نستورده الآن من الشركات الصينية والتركية ولذا حقيقة ندعو خاصة المؤسسات الحكومية إلى أن زيارة هذه الورش والتعاقد مع المعاهد حتى تقوم بتزويدها بمتطلباتها من الأفهف أيضاً لكلية المجتمع حالياً هي متواجدة في هذا المعهد وهناك عدة أقسام والعمل التعليمية في أقسام الهندسة المعادة الطبية وغيرها من الأقسام تخصصات نوعية مستمرة وإن شاء الله نحن كنا في صدد استكمال توريد التجهيزات والتأثيث لكلية المجتمع حصلت إشكالة بسيطة لكن سنحلها في الأيام القادمة إن شاء الله بدأنا في هذا العام بثلاثة خصصات فقط نتيجة لعدم الاعتمادات التي هنست أجهزة طبية وتغذية على زياء خصائي تغذية وإدارة مستشفيات مراكز صحية وإن شاء الله بإذن الله العام القادم ستفتح أو ستدشن أربعة خصات أخرى اللي هي الميكاكتورنيكس وأيضا الطاقة البديلة وتصميم داخل ديكور وأيضا التجارة الإلكترونية والتسويق وفي سياق متصل زار وزير التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي المعهد المهني الصناعي بجول مسحة وطاف الوزير الوصابي بأقسام التمديدات الكهربائية والخياطة والنجارة والحاسوب مشيدا بدور إدارة المعهد وكوادره التعليمية الذين استطاعوا حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية كما طاف بالوحدة الانتاجية بالمكلة والطلع على نماذج من الأعمال الفنية والتي سيتم تسويقها من قبل الشركة متعرفا من قيادة المكتب وكوادره إلى شرح حول القضايا التي تحتاج إلى حلول لمعالجتها بداية مع الوزارة ومع السلطة المحلية وأيضا مع منظمات المجتمع المدني في رسم هذه الخطط مع بعض حتى تكون استراتيجية ناجحة وأيضا في نفس الوقت نشعر المجتمع بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني سواء للشباب أو حتى للفتيات لحتى يكون فيه المجتمع مساند وفاهم لهذا القضية وعارف أن هذا النوع من التعليم هو التعليم المناسب في الوقت الحاضر حتى يكون فيه فرص عمل للشباب ويكون فرص عمل للفتيات وفرص عمل للأسر حتى تكون عندنا إن شاء الله ما ننتهي فيه بالتعليم اللي يسمى الورش الانتاجية بإذن الله حذرت وزارة الأوقاف والأرشاد من مخاطر المعسكرات الصيفية التي تدشنها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في عموم المحافظات الواقعة بالإكراه تحت سيطرتها الوزارة أوضحت في بيان لها أن ما يسمى المراكز الصيفية هي في الواقع معسكرات تدريب وتأهيل قتالي للشباب المغرر بهم والذين يسهل تدجينهم فكريا خاصة وأن أغلبهم في سن المراهقة ودون المستوى المطلوب من الوعي والتحسين الفكري المطلوب ليتم إرسالهم إلى جبهات القتال والزج بهم في معارك عبثية وأشار البيان إلى أن الكليات الخمسة في شريعتنا الغرى تقتضي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال وذلك من قبل الجميع أفرادا وجماعات فالأب مسؤول عن أبنائه والدولة مسؤولة عن رعياتها وأكافة شرائح المجتمع اليمني اليوم مسؤولة عن جائحة المعسكرات الصيفية الحوثية التي تمثل وباء فكريا وخطرا آنيا ومستقبليا على النشئ من أبنائنا وبناتنا من خلال فكر طائفي صفوي دخيل على منطقتنا وثقافة خمينية مستوردة لا علاقة لها بهويتنا الحضارية الجمنية بحث محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك من ماضي اليوم بالمكلة مع رئيس فريق الشؤون المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية النقيب كيث نيوسوم خطوات المحافظة لتعزيز الأمن في عموم حضر موت اللقاء استعرض خطوات تطبيع الحياة وجهود السلطة المحلية لتعزيز الأمن في عموم المحافظة وجهود استباب الأمن ودعم قوات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والتهريب وتطرق محافظ حضر موت في اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي وقائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن طيار فاز التميمي إلى خطوات السلطة المحلية لتعزيز الأمن بالمحافظة مشيدا بتعاون المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم بلادنا وتثبيت الأمن مؤكدا أهمية دعم قوات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والتهريب وجوانب التنمية بالمحافظة وأشاد رئيس فريق الشؤون المدنية بجهود السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار في حضر موت مؤكدا مساندة الولايات المتحدة لهذه الخطوات التي تسهم في عملية التنمية بالمحافظة مضيفا بأن استباب الأمن في حضر موت يعكس رسالة للعالم بأن حضر موت منطقة آمنة وتواقة للسلام وأن تاريخها العريق يجعل منها منطقة جاذبة للعالم مؤكدا مساندة الولايات المتحدة لدعم جهود الأمن والتنمية بالمحافظة دشن الأمين العام لمحافظة حضر موت الأستاذ صالح عبود العمقي بمعية نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان ووكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الأستاذ سالم الشبحي برنامج النبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب للأطفال والكبار الأمين العام أشهد ببرنامج نبض الحياة السعودية التطوعي الذي يأتي بدعم من مركز الملك سلمان لغاهة الإنسانية وثمنا جهود المملكة العربية السعودية للشعب اليمنية وعبر نائب وزير الصحة عن أهمية برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب والذي يستهدف عددا من محافظات الجمهورية اليمنية مشيدا بدور مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب على جهودهم للقيام بهذه الأعمال الخيرية والتي تجري عمليات مختلفة لمختلف المرضى من محافظات الجمهورية اليمنية بمعدل ست عمليات قلب المفتوح في اليوم دشنا الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرى سالم نيمر الورشة التعريفية والترويجية لمشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك الذي سنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية الأمين نيمر عبر عن سعادته بحضور تدشين الورشة مؤكدا أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر ستقدم التسهيلات الممكنة وستذلل كافة الصعوبات لهذه المشاريع ولفت الأمين العام إلى ما تحظى به المهرى من شريط ساحلي ممتد يتنوع في السواحل البحرية المتميزة والغنية بأجود أنواع الصيد البحري مشددا على أهمية التعاون والعمل على تنمية هذا القطاع والحد من جميع الممارسات والأنشطة كالصيد العشوائي تنفيذا لتوجيهات محافظ حضر موت رئيس اللجنة الأمنية باشرت لجنة تقييم دراسة أوضاع ميناء الوديع البري مهامها اليوم الثلاثة بالنزول إلى منفذ الوديع البري بمديرية العبر اللجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريحة اطلعت من المدير العام لميناء الوديع البري مطلق الصعري على أقسام المنفذ والمكاتب الخدمية التي تقدم خدماتها للمسافرين وحركة المسافرين عبر المنفذ من وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وأفاتت المعلومات بأن أجمال المسافرين عبر الميناء منذ بداية العام الجاري وحتى شهر إبريل الماضي بلغ 732 ألفا و172 مسافرا كما تفقد أعضاء اللجنة الميناء البرية الجديد مطلعين على المكاتب والمساحات الواسعة التي يمكن استغلالها في إنشاء مرافق حيوية تهتم بحركة المسافرين كذلك إنشاء موقع خاص يستوعب بصورة كبيرة تفتيش البضائع التجارية لتخفيف الأعباء على المسافرين كما نقشت اللجنة مع الجهات العاملة في المنفذ الاستردادات والترتيبات لموسم الحج لهذا العام وتنسيق الجهود فيما بينهم من أجل تسيير الأمور بسهولة ويسر للتخفيف عن حجاج بيت الله الحرام حقق منتخب بلادنا المشارك في البطول العربية الرابعة عشر للروبوت بدولة قطر المركز الأول عربي في مسابقة جمع الكرات المستوى المبتدئ بعد أن تجاوز مجموعته بمنافسة شديدة بين 1500 طالب مشارك يمثلون 17 دولة عربية وأوضح مدير أكاديمية الموهبين بسيئون سعيد بحارثة أن الأكاديمية المشرفة على مشاركة منتخب بلادنا تفتخر بتحقيق منتخبنا الوطني لهذا الإنجاز الكبير على المستوى العربي وبعد منافسة شديدة مع بقية الدول العربية المشاركة في هذه البطولة التي استمرت من السادس حتى التاسع من مايو الجاري بظل إمكانات محدودة والآن إلى أخبار التقص تشهد مدن ساحل حضرمو تجواء صحوة مع صحب متفرقة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حار نهارا إلى دافئة ورطبة ليلا وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح هدئة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا فيما تشهد مناطق الوادي والصحراء والهضبة الشمالية أجواء صحوة مستقرة مغبرة نسبيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حار نهارا إلى معتدلة ليلا والآن إلى حالة التقص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل في عدن سفير المملكة العربية السعودية المحرم يبحث مع المبعوث الأممية الجهود المبدول لإحياء مسار السلامة رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماعا لقيادة وزارة النقل وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لها محافظ حضر موت يبحث مع رئيس فريق الشؤون المدنية بالوليات المتحدة خطوات تعزيز الأمن ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت يتم نشر حتى نتقي بكم دمتم في أمان الله وحفظه